أهلا بكم من جديد الشركة المتحدة بتقدم دراما رمضانية في 20-23 مختلفة ومتنوعة ما تلاقي فيها المحتوى مختلف ما بين كوميدي ووطني وصعيدي وحاجات تانية كثير مختلفة القيمة كبيرة من المسلسلات والأعمال الدرامية اللي بيستنها المشاهد المصري والعربي كل سنة طبعا من أبرز هذه المسلسلات فيما يتعلق بالأعمال الوطنية مسلسل الكتيبة 101 اللي حيكون من بطولة عمر يوسف وآسر يسين وكمان عندنا مسلسل زي مسلسل عملة ندرة اللي من بطولة نيلي كريم وأحمد عيد وعندنا أيضا مسلسل جميلة للنجمة الفنانة ريهام حجاج خلينا نتعرف تفاصيل أكتر عن دراما الشركة المتحدة في شهر رمضان رحبوا معنا النهاردة في السوديو صباح الخير يا مصر بصحبتنا الناقض الفني الأستاذ علي الكشوطي رئيس قسم الفن في جريدة اليوم السابق أهلا بحركة السعال أهلا بيك صباح الخير وكسام طيبين من أولنا السعال أهلا وسهلا بحركة قلنا أبرز الأعمال في كل مجال يعني عندنا دينيا وطنيا كوميديا أعمال مخصصة للمرأة عاملة إزاي الدينة كده نبدأ سريعة وخلينا ناخد واحد واحد على حد والحقيقة أنه السنة دي إن شاء الله يبقى فيه 18 مسلسل متنوع ما بين الكوميدي والدراما والتاريخي والديني فيه توليفة كبيرة الحقيقة بتأندبها السنة دي وكمان فيه أكتر من ميزة في حاجات كتير سواء في تقديم مسلسلات 15 حلقة أو حتى 20 حلقة زي الكاتبة 100 واحد 10 حلقات زي مسلسل حرب كلها مسلسلات بتناسب أغلب الأزواء يعني إحنا دايما في رمضان ده شهر مضغوط جدا الناس تبقى حابة تفرج على الدراما وفي نفس الوقت حابة تمارس الشعائر الدينية بتاعتها فبتدور على حاجة تستمتع بها كمشاهدة وفي نفس الوقت تبقى عندها وقت تتامن حاجات تانية كتير فالتوليفة المحطوطة بالنسبة للشركة الممتحدة عاملة التوازن ده بحيث أنه المشاهد يقدر يشوف يتابع مسلسلات النجوم الكبيرة بيحبها حلقات 15 حلقة أو حتى 10 حلقات أو 20 أو يقدر كمان يتابع التلاتين لو هو عنده وقت التنوع السنة دي في أنه هو فيه مسلسل تاريخي الديني وهو رسالة الإمام لفنان نجم خلد النبوي خلد النبوي خلد النبوي إحنا طبعا نقل بأننا فترة كبيرة بنتطالب بعودة الأعمال الدينية والتاريخية مرة تانية ولكن طبعا لأنها إنتاجها بيبقى صعب شوية إنتاج ضخم لو فيه معارك لو فيه تصوير في أكتر من دولة عربية بيبقى فيه تكلفة كبيرة بنتسبة كمان للأزياء والديكور يعني عملية إنتاجية بتبقى ضخمة فالحمد لله يعد مرة تانية الدراما التاريخية للدينية برسالة الإمام خلد النبوي كمان فيه الكوميدي طبعا كبير قوي كبير يعني احنا بنصنفه صعيدي ونصنفه كوميدي بس هو أمي الأكتر للكوميدي ولكن عندنا عملة ندرة يعتبر قصة من الصعيد الجواني دينا أحمد ما؟ أحمد أمين أحمد أمين السفارة كوميدي برضو وجات سليمة دونيا سامير غانم كوميدي ألف الحمد لله السلامة يسرى برضو كوميدي فيه تقافي مجموعة كبيرة كوميدي السنة دي وكمان أنا مبسوط بيسرى لأن هي طبعا نجمة كبيرة وأن هي بتقدم كوميدي للسنة التانية بعد أحلام سعيدة لأن هي هي دلوقتي حاسة أن ده وقته أن نشوف نوعية دراما كوميدي في سن يسرى أن هي قدمت طبعا عمال كتير دسمة وعمال كتير بتناقش قضايا المرأة وحركة الرأي العام بشكل كبير فهي السنة دي مكملة في الكوميدي طبعا قضايا المرأة بشكل كبير ده ألا أنا عايز أقوله شهر المرأة إحنا موجودين فيه دلوقتي وأعتقد بقى كمان دراما المرأة موجودة وبقوة فكرة البطولة النسائية القائمة على النجمة تكون سيدة ده متوفر قوي في إنتاج المتحدة السنائية متوفر على مستوى البطولة وعلى مستوى القصة يعني هنشوف عملة ندرة نيلي كريم هنشوف درب نار ياسمين عبد العزيز هنشوف مونة زكي تحت الوصاية كل حتى كل مسلسل وطرق لطفي أعتقد أعمل حاجة اجتماعية برد طرق لطفي أعمل مذكرات زوج وأستاذ زياسر جلال أعمل حاجة مشروعة علاقة مشروعة بس دول 15 حلقة بتكلم على عملة ندرة 30 حلقة وبتكلم عن قضايا مهمة جدا فكرة الميراس والأم اللي بتحافظ على ميراس ولادها والصراعات اللي بتدور حوالين الميراس تحت الوصاية برضو قضايا مهمة جدا فكرة الأولاد اللي تحت الوصاية اللي ليهم ميراس أو ليهم أهل ممكن يكون بتصرعوا على فكرة الميراس عامل إزاي وقوبة المرأة بقى ودفعها عن أولادها وكفحها في حياتها أن تقدر تحافظ على أولادها وتحافظ على مستقبلها فالحقيقة فيه تنوع كبير بالنسبة للمرأة وهنشوف بقى المرأة السعودية والمرأة المودرن يعني فيه توليفة كبيرة حلوة التاريخ عراقك كلمت ربما عن أو الدين اتكلمت عن أمام الشافع لكن ما قلناش مثلا سره الباطع ده اعتبر تاريخي ما قلناش مثلا سوء الكنتو بيعتبر تاريخي لو بيقوله دراما القرن العشرين التاريخ الحديث أو المعاصر يعني يعني سوء الكنتو بيدور في زمن مختلف بس يعني متأذكر تاريخي قوي ولكن هو بيدور في حقبة معينة طبعا السؤال كانت من أهم العمال المنتظرة أمير قرارة أمير قرارة وما يعز الدين مجموعة كبيرة جدا من النجوم واضحة جدا من البروم وأن فيه مجهود كبير وضخم حاصل في التصوير بنشوف صورة مغيرة يعني بقالنا فترة كبيرة وبالكلم عن تاريخ الأحياء الشعبية صح؟ بالكلم عن الحقبة التاريخية دي بكل تفاصيلها سواء في الأسواق أو في التجارة أو حتى في العلاقات الإنسانية اللي كانت بتحكم العلاقات في الفترة دي سره باتع هو بيدور بين زمانين فهو يعني ماسك العصائم النص احنا هنشوف جزء تاريخي وهنشوف جزء معاصر مش هزح رأي الأحداث بس سواء أنه فيه بلوف كده هم بيدوروا على حاجة معينة هي اللي بتخلي أنه هنشوف الحدثين دول بالتوازي مع بعض يوزف إدريس تقريب طبعا خلت يوسف دعا تقريبا هو ده أول عمل درامي لي وحاجة ضخمة جدا إنتاج ضخمة أكتر من ستين ممثل من دول عربية ومن مصر هنا وبنشوف بانوراما كبيرة يمكن الحرب الفرنسية تقريبا نحن مشتناهش إلا قليل قوي على الشاشة نادر ما كنا الحاملة الفرنسية اه الحاملة الفرنسية احنا بنشوف برضو في البروم ويوضح أنه فيه مجهود كبير حاصل وفيه بيوش كتير أو مجميع كبيرة بنشوف صورة بقى خلت يوسف اللي احنا بنحبها في السنة بتنتقل الدراما الشكل المختلف حيظهر موجود عندنا بقى في الشاشة الصغيرة عندنا في البيوت هنشوفه طيب احنا ما نيجي نقول ان احنا بنيجي نتفرج بقالنا فترة كده زي ما بنقول بنشوف حاجة بقيت شبهنا يعني كان قعدنا فترة كده مسيطر علينا مسلسلات خناءات ومسلسلات دمها تقيل كده وعشوائيات مصر زي ما بتتغير زي ما احنا شايفين الدراما كمان واخده اتجاه انها تبين الشكل الحلو اللي احنا كنا متعاوزين وعايشين وبس منش عارفين نبرزه ده ظهر قوي في الدراما المتحدة شوفي هو صراحة لما كانت تيمة المسلسلات الشعبية او تيمة الحواري دي موجودة ما كانتش انعكاس لشكل مصر هما كانوا بيدورها على حاجة هتخناكت عشوائية اكثر من انها شعبية عشوائية طبعا الشعبية بتاعتنا المصرية دي حاجة تانية بس هما بيصنفون هي شعبية ولكن هي في الحقيقة انها عشوائية جزء كبير منها ما كانش خيالي من نسيج المؤلف يعني الخناءات احنا دايما حتى في الاماكن الفقيرة او البسيطة ما بنشوفش هذا الكم من القبح يعني السنة دي وحقيقة هو مش بس السنة دي بقالنا فترة في اعتماد بشكل كبير على ان نستخدم اماكن مصر المفتوحة اللي كوشنات المفتوحة يعني في عملة ندرة مثلا احنا بنشوف الصعيد بشكل رائع جدا في سره البات بنشوف برضو مساحات واماكن كتير حلوة الفة حمدله على السلامة يسرى بتلف محافظات كتير يعني محافظات بقى ما هيش محافظات سياحية او العواصم مثلا اسكندرية او اماكن مشهورة لا بتروح مثلا دومياط بتروح اماكن جدا بتورينا مصر بشكل مختلف الحقيقة دي تيما كانت مفروض ان هي تحصل من سنين طويلة لان احنا عندنا اماكن كتير حلوة في مصر والناس بتتخيل ان مصر بس الجيزة او الاهرامات والاماكن السياحية المعروفة في اسوان والاسر وهكذا ولكن احنا كل محافظة لها طابع سياحي مختلف وطابع جمال مختلف سواء في الريف المصري او حتى في الصعيد او في الاماكن المدن الساحلية ففي استخدام كبير لده في اكتر بالمسلسل لصراحة طبقا طبعا لشكل السيناريو او طبيعة السيناريو فاحنا هنشوف مصر زي ما هي حلو صحيح الاعمال الوطنية اتعودنا فيها من اكتر من رمضان على قصة مسلسل الاختيار بالتلات مواسم بتوعه المشاهدين المصريين والعرب كمان كانوا بيتابعوا احداث هذا المسلسل بشغف شديد الكتيبة 100 واحد هيقدر يعود ده بيدور في نفس الفلك بيدور في نفس الاحداث هل استخدم تيمة الاختيار بان انت هتختار ده او هتختار ده فاهمنا المسلسل ماشي ازاي هو صراحة احنا اختيار فكرة الاختيار كانت موافقة جدا لانه هو بتنتمي النوع اسمه دراما الوعي احنا كنا محتاجين هذا النوع بشكل كبير جدا لان احنا كنا بنشوف حاجات دي يعني العصيرها شافها على الشاشة من خلال نشرات الاخبار ولكن يعني احنا في الاخر نشرات الاخبار بنشوف الاحصائيات كارقام ما بنشوفش ان الرقم ده ورا قصة قصة تضحية ورا اهل ورا حاجات كتير بتخلي الناس تبدأ تعرف ان التضحيات بتاعتنا كانت تضحيات صعبة جدا وكانت دفعنا التمن غالي عشان نقدر نوصل للمرحلة اللي احنا وصناها لهذه فكتيبة من واحد استكمال لفكرة دراما الوعي وانه هي توعي مش بس في مصر الوطن العربي كله يبقى شايف ايه اللي كان بيحصل في مصر وازاي احنا قدرنا ننتصر ونوصل للمرحلة اللي احنا عايشين فيها من حالة الاستقرار وامن اللي احنا عايشين فيها الكتيبة من واحد ما هيش استكمال للاختيار ولكن هي استكمال لنوعية من انواع دراما الوعي اللي بتوضح قد ايه في تضحيات كبيرة دفعها الجيش والشرطة والموطنين العاديين في سبيل ان احنا نقدر نوصل بمصر البر الامان اكيد طيب فكرة الاعتماد على الوجوه الشابة والوجوه الكوميدية اللي بتلقى رواج كبير جدا وكمان صفحاتهم اللي موجودة على التواصل الاجتماعي في مسلسلات النجوم الكبار يعني مثلا يسرة كان لها تعليق انا كنت قريته عن ان هي بتقول انا باعتمد على الشباب في اختلاق المواقف الكوميدية وقد ايه هم بيطلعوا حاجات مختلفة وبيطلعوا مني حاجات مختلفة لما تصريح زي ده يطلع من نجمة كبيرة زي يسرة وبتدي فيه دفعة وبوش ليه وشوش الاكثر شبابا واكثر جدا اعتقد ان ده بيبين قد ايه نروح لقطيفة في المسلسل وبيدينا احاق اننا هنفرج على حاجة صريحة شوفيه هو حقيقي انا بقدر جدا زكاء نجمة يسرة يعني انت كل مرحلة عمرية لها الشكل المناسب للأدوار اللي ممكن تقدميها فمن الزكاء ان انت تقدر تبقي متواجدة بهذا الحجم بمحافظة على نجميتك وكيانك وقامتك في وسط العالم الدراما والسينما وتقدر تطوري من ادواتك بان انت تستعيني بنجوم شباب هم حقيقي نجوم شباب كل واحد في منطقته وتقدي من روحهم وتقدي لان يسرة فنانها شاملة ما نقدرش نصنفها ان هي كوميديانة او ان هي حاجة هي اعتمدت على ان هي تقدم توليفك مختلفة على مدار عمرها وتتعاون مع مخرجين كبار جدا ومؤلفين كبار جدا فبالتالي الفترة دي هي فترة جس النبض او تجربة جديدة فبتعيشها مع شباب يعني بتديها من روحهم وبتاخد من هي كمان من روحهم فبتبدأ الموضوع يبقى بشكل مختلف احنا كان فترة كبيرة كنا بالنعيني او بالنادي فكرة ان النجوم الكبار ما بيقاش بيتكتب لهم اعمال تناسب سنهم الا بعض الاشخاص معينين العالم كله دلوقتي بيتجه لان هو كبار النجوم حتى المعدين الثمانين سنة بيبقى لهم اعمال مكتوبة مخصوصة عشانهم او مكتوبة مخصوصة للسن ده من الجراندات في التمثيل يعني ان هو حرام ان يبقى ممثل ضايع من عمره مثلا اربعين خمسين سنة وفي الاخر بيتريكن لان هو ما فيش حد بيكتب له نوع من الدراما مناسب لسنه دلوقتي بقى موجود ودلوقتي بقى نشوف نجوم كبار وحتى كمان شوفنا عودة لنجوم بقى لهم فترة غيبين عن الدراما مثلا زي مدام ساميحة ايوب مدام سهيري مرشدي ده كله يعني طاقة حلوة جدا انت تستخدمي او بتستفادي من نجومية وحجم وشهرة هذا النجم الكبير في ان هو يتحط ضمن عمل متكامل ونستمتع كلنا بتعمل اترقل الشغل بتعمل تدريب للناس اللي قد يكونوا اقل في الخبرة وبتعمل في نفس الوقت عين المشاهد هو اجمل حاجة حاجة قلتها فكرة نقل الخبرات يعني لما نقض مع ممثلين شباب ممكن ما بقاش في سن الشباب قوي ولكن في بداياتهم يعني تلاتينات اربعنات هم برضو ما اشتغلوش مثلا زي مدام ساميحة ايوب اشتغلت او ما عصروش النجوم اللي مروا عليها او المخرجين اللي مروا عليها فبالنسبة لهم اول ما بيعودوا في مشهد او بيحضروا مشهد مع بعض قبلها بيبقى كأنه كورس او يعني حاجة مكسفة جدا خلاصة الخبرات يعني ممكن جملة او جملتين نصيحة على الممثل ده بتنقله في منطقة تانية من خلال المشهد اللي بتقدموا معها ده ده مهم جدا يعني يبقى في تواصل بين الاجيال والقدرة كمان على التواصل يعني احنا سا بنقول يسرى بتقول انا بعتمد على الشباب في انهم يختلقوا مواقف يعني الموضوع تبادولي والتأثير رايح جاي صحيح لان في الاخر التمثيل او تقديم الاعمال دي عمل جماعي مش بيتنسب لشخص واحد وورا الكاميرا مجهود كبير جدا 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 الناس ممكن تبقاش حاسة بيه ان هو بيحصل ولكن هو بيحصل هي صناعة صعبة جدا ومجهدة صحيح اتعودنا كل رمضان يبقى فيه نوع من انواع المسلسلات الخاصة بحروب المعلومات او الصراع المكتومة بين اجهزة الاستخبارات وخصوصا فترة حرجة من فترات الوطن زي هجمة مرتدة مثلا هل عندنا هذا النوع فيه دراما رمضان هذا العام؟ يعني ما اقدرش هيصنف مثلا مسلسل كامل بيتناقش في هذا النوع ولكن هو الاعمال اغلبها كلها في وقت معاصر فبتتناول كل الصراعات او كل الحاجات اللي ممكن تكون بنواجهها بشكل او باخر مش بشكل متخصص لان حتى النوع ده من الدراما ليه محبين وليه ناس يعني ممكن تبقاش فاهمة اصلا يعني الفكرة عاملة ازاي او ايه اللي بيحصل او الصراعات دي طبعتها ايه ممكن تسمع عنها بس مش فاهمة يعني ترتيبها عاملة ازاي رمضان دايما بيكون يعني ليه طبيعة مختلفة شوية في المشاهدة الناس دايما هم تبقى احبه الدراما التراجدي اللي هي تقعد يعني بعت الفتار كان هو نتحك ينعيط يعني فهو فيتها نوعه كبير بس طبعا القضية دي مش بتتناقش بشكل صريح وواضح يعني فكرة ان رمضان يبقى مرتبط بمسلسل عند اجيال يعني ما احنا صغيرين كنا مرتبطين بمسلسلات زي مثلا ليلة الحلمية رقفة الهجان مسلسلات كنا كل سنة بنستنى الجزء الاجدد اعتقد ان الكبير في المرحلة دي بالنسبة للصغيرين الوضع المختلف فكرة بقى ان ميكي بيعمل استحضار لإفهاته من اول وجديد يعني فيه في البرومو اللي شفناه انه هو بيقول هو وهاجرس والحوار اللطيف البرينستورم فقال له مش لما يبقى فيه برين الاول عشان نستورمه استحضاره الإفهات من الجزء الثالث وهو دلوقتي في الجزء السابع هو بيعيد بقى بيعمل ايه بيوسق انه هو يعني بيستحضر إفهاته بيوسقها وبيأكد عليها وبيربط الولاد منه احنا ارتبطنا بإفهات كتير في الدراما او حتى في السلمة واحنا صغيرين فانت لو بتجي تسمعي الإفهة مرة تانية دلوقتي بتنبسطي بيه وبتحكي عليه وكمان بيخليكي يعني تستعيدي الذكريات اللي انت سمعتي فيها اول مرة فهو بيقدم الإفهات دي بشكل تاني كاستحضار لفكرة أو استغلال شهرة الإفهة نفسه والحب الناس دي في الفترة دي فتبدأ انت حتى لما تبعش الأجزاء الأولانية يبدأ يعجب بالإفهة ويحبه و بعدين ممكن يرجع تاني للأجزاء الأولانية الكبير الحقيقة فيه روح مختلفة احنا بنحب الصعيد جدا وبنحب اللهجة الصعيدي وبنحب الأعمال الصعيدية محدش عملها بالشكل الكوميدي اه محدش قدمها بقى زي ما ميكي قدمها ميكي على فكرة بقدم لهجة صعيدي صعبة ومعايا مصححين لهجات موجودين في المسلسل بشكل أساسي قاعدين في كل مشهد فانت بتسمعي لهجة حقيقية وفي نفس الوقت بتنبسطي وبتحكي ما فيهاش تقليل من حد ولكن ما فيهاش ابتزال وما فيهاش ابتزال يحجل منها الطفلة بالضبط فانت بقى وملادك هذه مصطلحات حقيقية مستخدمة يعني هو مش بيستخدمها لغة قديمة أو حاجة لا هي دي اللغة اللي موجودة في الصعيد من جوا يعني في القرى قنة حتلاقي اللهجة هو الصعيد بتميز بأنه هو يعني كل مكان وليه لكنة أو لهجة حتى ما بين المراكز وبعض أو حتى الكرة والنجوع يعني دايماً لما نقعد محد من الصعيد يقول لك أن القرية الفلانية دي بتقول مثلاً حرف ده بالشكل الفلانية والقرية دي بتقول كذا فهما بيعرفوا بعض يقول لك ده من الحتة الفلانية وده من الحتة الفلانية فهو ميكي يستفاد بشكل كبير من نجاحها كبير قوي وقدر يطور منه ويقدم أعمال طبعاً تعرفها مش دايماً المسلسلات اللي بتقدم أجزاء كتير بتنجح طبعاً أحياناً الجمهور بنصرف عنها أحياناً الجمهور بيميل بحابة أنه هو يشوف حاجة مختلفة ولكن ميزة ميكي أنه هو كل سنة بيفاجئ حرفية الكاتب بقى وحرفية الخيال المجموعة كلها بالضبط وحتى كمان تطوير الشخصيات ودخول شخصيات جديدة مثلاً شخصيات مربوحة لما في الجزء السادس نقلت الموضوع في منطقة تانية وفتحت مجال لشخصيات جديدة زي الكبيرة قوي قوي يعني مثلاً مثلاً تخش في كبير رفحت كبير رفحت فحتلاقي أن أنت فيه تطور كبير بيحصل وتطور ده على مستوى المشاهد يعني بيقدر يحس بيه واستمتع بيه وينبسط بيه ويحب الأجزاء أكتر وأكتر ويستنى كمان والشخص الواحد اللي بيقوم بأكتر من دور ظل التكنولوجيا كنا متخيلة أن الشخصيات دي فكرة أن زي مثلاً إسماعيل ياسين لو يطلع بشخصيتين أو كده مش هيبقى متاح لكن لأ ميكي قايم بدور واثنين وتلاتة في نفس الحلقة مجهود رهيب وكل شخصية لها تفاصيلها الصغيرة مش حاسين أن احنا ملخبطين ما بين أي شخص ما بينه هو ميكي فنان موهوب صراحة وإنسان من جوا وبصي أي ممثل تلاقي بيحب الحيوانات وبتعامل مع الحيوانات بتأدير والقيمة هتلاقيه إنسان حساس وأهم حاجة في الممثل أنه يبقى إنسان وحساس لأن أنت لما بتيجي تقدمي مشهد أو دور أنت بتحسي بالمشهد وبتطلعي الأحاسيس دي على الشاشة لو ما كنتش أنت عندك القدرة أن أنت تدخلي المشاعر دي جواكي وتقدري تتخرجيها بالشكل المناسب للمشهد فقط أهم ميزة هل تعتقد أن النجاح الكبير السنة الماضية هو اللي شجع الشركة المتحدة أن هي بتخش هذا الموسم الرمضاني بمجموعة كبيرة من الأعمال الكوميديية عندنا حوالي خمس أو ست مسلسلات من قصة 18 مسلسل بيصنفوا تحت بند الفانتازيا والكوميدي عندنا الصفارة وعندنا جات سليمة وعندنا كشف مستعجل وعندنا ميكي يعني أحمد ميكي فانتازيا أحمد أمين سوريف الصفارة فانتازيا هو يعني بص كل مسلسل فيه بلوف كده أنا مش هزحرق الأحداث بس يا مثلا جات سليمة هتلاقيك بتنتقل لعالم تاني فجأة يعني لو تشوفت البروم هتحس هتعرف نوع عادي الناس في وقت معاصر وبعدين بتحصل حاجة تلاقيهم اتنقلوا مكان عصر قديم فده بيجيب مفارقات كوميدية كبيرة ما بين الخلفية اللي جاي منها الشخصية للخلفية الثقافية اللي موجود فيها الأحداث السفارة فيه سفارة بيسرقها أحمد أمين بيستفر بها بيقدر يرجع لزمن معين مدة ثلاث دقائق غير حاجة ويرجع تاني فكل مسلسل كوميدي ليه طبيعة مختلفة وشكل مختلف هتلاقي ميكي الصعيدي هي الفكرة أن الكوميدي في رمضان مناسب بشكل كبير محبوب طبعا محبوب عند جمهور المصري والعربي وطبيعته كده ويظل هو رقم واحد يعني إما هتبكيه هيعود لك إما هتضحكه هيعود لك فالتوليفة دي متوازنة خصوصا أن فيه أعمال 15 حلقة مش 30 حلقة وفيه أعمال مثلا 20 زي الكتيبة من واحد صحي كل شكرا لك نقض الفني علي الكهروتي رئيس قسم الفن باليوم السابع علي نورتنا وشرفتنا شكرا لك